اشتركوا في القناة على كما قلوها هذي مش هي رسمية وتقريبا مش هي تقريبا تؤكد باللي مباراة هذي يا راهي مبرمجة بالتاريخ والموعد ويعني تقريبا كلش دوك نقرأ لكم الصفحة هذي يا حوز دي خطرة ملقيش شفت في صفحات رياضية ملقيش ولكن تحت هات الصفحة السويدية كي ما راكوا تشوفو سبورت ايذنت تري هندرت سيكستي فم سويدية هذي يا راهي بالسويدية على الخير يبت سفيريا بيتة يعني الجزائر السويد سفيريا هي السويد بيتة يعني التذاكر يعني هذي الصفحة راهي دايلة بيع التذاكر تاع المباراة وهنا تعرف باللي راهي رسمية دوك ندخلوا في الموضوع هذي يا شوفو تقول لك تورس داق سبعتاش تورس داق يعني يوم الخامس شوف ديجا راهي مع طولك اليوم تاع المباراة الصفحة هذي يا سويدية تقول لك يوم الخامس على الساعة واسمه 14 نوفمبر 2022 يعني النوفمبر هذي يا اللي راهي جاي هذي يا لديسة نوفمبر 2022 على الساعة السابعة بتوقيت اوروبا يعني دايلة لك اليوم دايلة لك التاريخ ودايلة لك حتى الساعة تاع المباراة هذي يا زيدي يا خوتي وش يقول لك سطاد كما ركوا تشوفو هنا فيلودروم هذي يا مارساي فرانكريكا فرانكريكا يعني في ملعب هرهم مختارين حتى الملعب تاع السويدة تاع فرنسا هذي اللي رح يلقبو فيه في مارساي زيدي يا خوتي ركوا تشوفو دايلة إحصائية سطاد هذي يا تعوش حل من مقاعد بشري المقاعد يعني بالأرقام ركوا تشوفو المدرجة اللولة التانية التالتة الرابعة هنا دو كنتدخلوا فيه واحدة للأمر وراهم دايلة لك ركوا تشوفو بياتة فير بياتة ات بياتة تري بياتة فيم بياتة يعني رهو دايلة لك حتى الأسعار تاع المقاعد يا خوتي هذي الصفحة هذي كي تدخل تقدر تشيري بي ملتمة يعني تشيري تشيري بي هذي يا بورم دايلين هالسويدين بساعة تقدر تشيري بار اكزامل إذا تدخل الصفحة وراك عاش في أوروبا تقدر تشيري بي من هذي الموقع هذا راهو دايل ركوا تشوفو 1400 كرون يعني تقريبا الكرون تحون تقريبا جاي كي مل عشرة بالمئة بالأورو يعني 1400 كرون يعني 140 أورو غالي يا خوتي والله غالي بالك المقاعد ما لا بانيش وين 1400 1500 ودايلين كي مقلول قاعد تذاكر وش تقرحنا يا خوتي بالماضي قال لك ما كاش حاجة رسمية صح ولا لا لا أنا ما رانيش نكدب بالماضي وما رانيش نكدب في الاتحادية ولا ولكن وش حبيت نوصل لهذا الأمر أنه ما دام الصفحة هذه بيع التذاكر داير التاريخ داير الموعد داير التوقيت داير كي ما قل لك وش ممهار داير حتى بيع التذاكر يعني تقدر تشيري تذاكر من هذي الموقع هذا وش تفهم هنا تفهم باللي دوك نزيد وندخلوا في التفاصيل متكيد شو باللي مباراة ما كانش حاجة رسمية صح ولا ما كانش رسمية مباراة ما زال ما تفقوش نقوله ما زال ما تفقوش هكذا كي يكونوا ما زال ما تفقوش ما يقدرش يحدد لك الملعب ويحدد لك التوقيت فهمتوا ما يقدرش يحدد لك ما زال ما تفقوش كيفاش ديجارة هنة تعرب اللي كين اتفاق على الملعب كين اتفاق وش ممهار يلعبو كين اتفاق وش ممهار يلعبو يعني هنا يا باللي راهي رسمية إلا إذا تغيرت الأمور من حتى الـ 17 نوفمبر يعني الأمور راهي رسمية على حسب الصفحة هادية السويدية تحوص في صفحة واحدة أخرين كش ما نلقى في الأيام المقبلة كش ما يزيد يبالي ولا نزيد ندين لكم فيديو كش ما نبحث ولا نلقى في صفحة سويدية نزيد ندين لكم فيديو فهنا راهي تقريبا مع الصفحة هادية اللي توافقوني الرأي راهي رسمية ونحط لكم الرابط تقروها نجو للمباراة تحوص السويد هذه اللي رح نلعبوها إن شاء الله على كل حال مليحة تلعب ضد بلدان كما قولوا مش غير إثريقية تلعب ضد بلدان كما قولوا كتر منك في التنقية مع بلدان أوروبية مع كما قولوا بزاف أمور يعني مع بلدان عالمية مع بلدان أوروبية بلدان تعلاميريك لاتين هادو ما اللي كتر منك في التنقية أولا مليحة فاش مليحة في التنقية الفيفا تربحهم تطلع في التنقية مباراة هذه تعوسمهم هي توقف دولي تأخذش لأن في هذه الدربة تكونوا يلعبو لك في دي مود هي توقف دولي ضد وسمهم يعني يومين ثلث أيام قبل كأس العالم ثلث أيام قبل كأس العالم عندنا مباراة وديها ضد السويد المهم توقف دولي نقدروا نقوله توقف دولي كيكون توقف دولي أسك الجزائر تدخل في المباراة اللي رامي لأبوها يعني تدخل في التنقية الفيفا هذه العلم عند الله بالصح المبنب اللي لأنه هو توقف دولي من حق أي منتخب حتى ما يشاركش في كأس العالمي لأبودي التنقية رح يكون ناقش شوية ولكن كي تربح السويد التنقية التعاكي يطلع بلافو الزيت باريزوم بيديرو كأس منتخب مع إيطاليا لو كان يديرو نمو مباراة مع إيطاليا ومباراة مع السويد وتربحهم في زوج التنقية التعاكي يطلع بلافو هذه واحدة ثانيا الاستفادة أنه نختارطوا شوية نخرجوا شوية على إفريقيا نختارطوا باش كيما يقولوا يشوفوا لي تاكتيك واحدة أخرين يشوفوا خطط واحدة أخرين يشوفوا طارق تلعب واحدة أخرى تختلف عنها إفريقيا فهنا تدي الخبرة المنتخب الوطني الجزائري تتعني تدي الخبرة ونضم نضم بللي حتى ونلعبهم على كيما قلو البلدان هادو ما الأوروبية والمنتخبات الأوروبية رح يكون عندنا المستوى عالي كترة من اللي نلعبهم على البلدان تاع إفريقيا علاش لأن اللاعبين تاعنا أغلب وجلهم جايين من كيما قلو الضوريات الخمسة القبر يعني كلهم جايين من من أوروبا فهنا رح تكون رح يكون المستوى المنتخب الوطني تشوفوا متغاير على المنتخب الوطني الجزائري في إفريقيا نعودوا نقول الإفريقيا هذه حبي تنظر فيها تلك نقطة مهمة نحن نظر هذه خطرة ونسي تألم مباراية الوديية المبارايتين الوديتين اللي درناهم مؤخرا نقدر نقول معليش يسترجعوا روح كيما قلوا باش يعودوا يرجعوا يبنوا التيقة درناهم في الملعب بتاعنا وفي الجزائر احنا ما يخصناش هاد الشي على ما يخصناش هاد الشي على الأقل نقدروا نديرهم مباراية وديية بلدان إفريقية نروحوا لعندهم اللاثريك نروحوا عندهم اللاثريك تقول لي نون بالك لكو بدافريك رح ننظموها في الجزائر معليش نلعبوا في الجزائر خلاص الجزائر نعرفوها مليح تبدل الملاعب كيما رحنا الوهران تروح باركزوب في البرقية تروح العنابة تروح هادو 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 مليحة باش تدرع الملاعب تكون محضر روحك ان شاء الله النهار ما تتلعب لكو بدافري في بلادنا ولكن ما تنساش باللي كان تصفية كأس العالم تصفية كأس العالم هادو تلعب وهذا هو الاهم تصفية كأس العالم انت تجي تلعب باركزوب في الجزائر وبعد تروح باركزوب تلعب في بوركي نافاسو في الملاعب بتاعهم رك شايف ولي تلعب باركزوب مع السينيغال في الملاعب بتاعها ولي تلعب يعني حبيت انه حبيت نقول باللي مدابية بالماضي كيشوف مباراية ودية مع بلدان افريقية منا في المستقبل انه يلعب مباراية ودية في افريقيا يروح لعندهم مش يجيب من عندنا عندنا رانا شبعنا بليها لأبدال يبلي مليها عندنا للجمهور ويجي يدير حالة في الجزائر وكذا صح كما قولوا للمشروع الرياضي امور للمشروع الرياضي باش اللاعبين حتى اللاعبين جدد تبدأ تولفهم مالضوك هذيك اللي حبي تقول لك كي يجيب لعبين جدد وتوليف جديدة تبدأ تولفهم من ضق انهم يلعبوا في افريقيا انا هذي هي وانتم اعطوني رأيتاكم في التعليقات يا خوتي وش رأيكم في المباراة على السويد مليحة صافي بليزير وش رأيكم كما قولوا اعطوني رأيتاكم حول المباراة على السويد وش من المنتخب اللي نقدره تانيك ان شاء الله في نوفمبر باش نلعبوا معاه هذا وش نقدر نقول لكم خوتي ومبعد نجيكم بواحد الفيديو مهم جدا 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 مور الفيديو هذا الصبر علي شوية واحد ساعة ولا ساعة ونص نديلكم فيديو ما نطوي عليكم خوتي نقول لكم السلام وليكم